اثنى عشر شهرا لم تكن كافية لجعلهم ينسون ان هذه المساحة كانت واحدة من اهم اسواق بيع الاسماك في البلاد وكل يوم تقريبا يأتون اليها مع علمهم بان السلعة التي اشتهرت بها مدينة الحديدة لم تعد تأتي فمنذ سيطرة ميليشيا الحوث على المدينة توقفت القوارب عن الابحار وفقد الصيادون اعمالهم وربما مهارتهم التي عاشوا معها منذ طفولتهم واصبح ما يقارب السبعة الاف سياد عاطلين عن العمل وفق تقديرات الاتحاد التعاوني اصبح الصيادون غير قادرين على الالتحاق باعمال اخرى نظرا للسنوات التي قضوها بعيدا عن البر ولا تقتصر ازمة الصيادين على مراكز الاستياد الرئيسية هنا في مدينة الحديدة بل تذهب الى كل المناطق المطلة على البحر وتحاصر الشكاوى الخوخ وكامران وسواهما تبدو سواحل الحديدة متوقفة عن النشاط ولا يصل اليها غير حركة الموج الذي يشعل معه ذكريات الصيادين واحزانهم والقليل من امانيهم بان يعودوا يوما اليه وقد امنوا مخاوف البر وكل ما حولته الميليشيا ضدهم موسيقى موسيقى